بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم استعراض اللوحة التعريفية لدرسنا لهذا اليوم الصف هو الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع درسنا لهذا اليوم هو عن معرفة الصلوات الخمس واسم المعلم أحدثكم الأستاذ محمد القرني نبدأ معكم يا أبناء وبناتي الطالبات في استعراض التعليمات الهامة لكل درس نرجو من الأسرة الكريمة أولا تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد لبدء الدرس بمشيئة الله تعالى نبدأ درسنا لهذا اليوم في الكتاب المدرسي لديكم باستعراض النشاط الأول عن موضوع الدرس هو موضوع الصلوات الخمس الصلوات الخمس إذن الصلوات هي كما نشاهد في النشاط الذي أمامنا هي ثلاث صلوات أو خمس صلوات كما ذكرنا يا أبنائي إذن عدد الصلوات هي خمس صلوات أحسنتم بارك الله بكم إذن نضع علامة صح تحت رقم خمسة علامة صح تحت رقم خمسة وهذا يدل على عدد الصلوات وعدد الصلوات كم يا أبنائي خمس صلوات في اليوم والليلة إذن تبدأ هذه الصلوات كما في النشاط التالي لون بالألوان التي أمامك كل صلاة بلون مختلف حسب ما يلي صلاة الفجر بالأصفر صلاة الظهر بالبرتقالي صلاة العصر بالأحمر صلاة المغرب بالبنفسجي صلاة العشاء بالأزرق نبدأ جميعا يا أبنائي الاستعداد في حل هذا النشاط جميعا أحسنتم لون صلاة الفجر بالأصفر نبدأ باللون الأصفر صلاة الفجر باللون الأصفر أحسنتم نبدأ جميعا تلوين أحسنتم نبدأ جميعا صلاة الفجر باللون الأصفر هكذا صلاة الفجر إذن لولنا صلاة الفجر باللون الأصفر وصلاة الظهر بأي لون؟ باللون البرتقالي أحسنتم بارك الله فيكم باللون البرتقالي نبدأ تلوين صلاة الظهر بهذا الشكل أحسنتم إذن صلاة الفجر باللون الأصفر صلاة الظهر باللون البرتقالي صلاة العصر باللون الأحمر أحسنتم بارك الله فيكم إذن صلاة العصر باللون الأحمر أحسنتم وصلاة المغرب بأي لون يا أبنائي؟ باللون البنفسجي باللون البنفسجي أحسنتم هذه صلاة المغرب أحسنتم صلاة المغرب باللون البنفسجي وصلاة العشاء باللون الأزرق أحسنتم صلاة العشاء باللون الأزرق إذن هذه الصلوات لوم بالألوان التي أمامك كل صلاة باللون مختلف حسب ما يلي صلاة الفجر باللون الأصفر كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ ركعتان و صلاة الظهر كم عدد ركعاتها؟ أربع ركعات و صلاة العصر كم عدد ركعاتها؟ أربع ركعات أيضا و صلاة المغرب كم عدد ركعاتها؟ ثلاث ركعات أحسنتم بارك الله فيكم و صلاة العشاء كم عدد ركعاتها؟ أيضا أربع ركعات أحسنتم بارك الله فيكم إذن لوننا في هذا الدرس صلاة الفجر باللون الأصفر أحسنتم وصلاة الظهر باللون البرتقالي وصلاة العصر باللون الأحمر وصلاة المغرب باللون البنفسجي وصلاة العشاء باللون الأزرق أحسنتم باركة ننتقل إلى النشاط التالي صلصورة كل صلاة بالعدد الذي يمثل عدد ركعاتها إذن لدينا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كم عدد هذه الصلوات عددها كم يا أبنائي؟ خمس صلوات أحسنتم بارك الله فيكم إذن عدد هذه الصلوات خمس صلوات نبدأ في صلاة الفجر كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ كما ذكرنا لكم لدينا الرقم اثنان ركعتان أربعة أربع ركعات ثلاثة ثلاثة ركعات نبدأ في إيصال كل صلاة بعدد ركعاتها أولا صلاة الفجر كم عدد ركعاتها؟ عدد ركعاتها ركعتان أحسنتم بارك الله فيكم و صلاة الظهر كم عدد ركعاتها؟ أربع ركعات يا سلام عليكم أحسنتم جميل نبدأ جميعا الكتاب صلاة الظهر أربع ركعات و صلاة العصر كم ركع يا أبنائي؟ أحسنتم أربع ركعات ممتازين و صلاة المغرب صلاة المغرب كم ركع يا أبنائي؟ الصلاة الوحيدة التي عدد ركعاتها ثلاث ركعات أحسنتم عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات أحسنتم بارك الله و صلاة العشاء كم ركعاتها؟ أربع ركعات أحسنتم إذن كما نشاهد نصل الصورة بما يناسبها من عدد ركعاتها مجموع الركعات في جميع الصلوات الخمس كم يا أبنائي؟ كم مجموع الركعات في جميع الصلوات؟ كم مجموعة؟ صلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاثة أربع إذن المجموع في عدد الركعات هو 17 ركعة 17 ركعة في اليوم والليلة نبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء هذه عدد الركعات في الصلوات في اليوم والليلة إذن نصلي صلاة الفجر نبدأ ركعتان ثم صلاة الظهر أربع ثم صلاة العصر أربع ثم صلاة المغرب ثلاث ثم صلاة العشاء أربع إذن هذه الصلوات يا أبنائي نبدأ في تعلمها بعدد ركعاتها تبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء أحسنتم بارك الله فيه لون السجادة للصلاة أحسنتم بارك الله نبدأ في تلوين هذه السجادة كما نشاهد والسجادة ماذا تستخدم فيها يا أبنائي؟ تستخدم لأداء الصلاة عليها نصلي في المسجد على السجاد وأيضا نصلي في المنزل على سجادة هذه السجادة هي خاصة بالصلاة نبدأ في تلوينها جميعا نبدأ في تلوين الطرف الذي أمامنا بهذه الطريقة المربع الأول مثلا نبدأ في تلوينه باللون الأزرق أحسنتم أحسنتم بارك الله إذن هذه السجادة التي نفرشها أمام القبلة متجها للقبلة ونبدأ في الصلاة عليها هذه سجادتنا دائما أحسنتم بارك الله فيكم جميعا ثم المربع الذي يلي نختار له لون آخر مثلا اللون مثلا البرتقالي بهذه الطريقة أحسنتم لون السجادة طبعا السجادات لها ألوان كثيرة في الأسواق كما نشاهد لكن نعرف أن السجادة تستخدم لأداء الصلاة نفرش هذه السجادة ونؤدي الصلاة عليها أحسنتم أيضا نختار المربع الأخير نختار له لون آخر مثلا اللون الأحمر بهذه الطريقة أحسنتم بارك الله يا سلام أحسنتم أحسنتم تستطيع أن تلون السجادة يطلع لك بأي لون تريد حتى تخرج لون جميل للسجادة إذن السجادة ماذا تستخدم؟ تستخدم للصلاة بهذه الطريقة نستطيع تلوين هذه السجادة وهذه السجادة تستخدم لأداء الصلاوات الخمس أحسنتم يا أبنائي إذن ننتقل يا أبنائي إلى مرحلة أخرى في مراحل الصلاة مراحل الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام بهذه الطريقة وتنتهي بالتسليمتان ننظر يا أبنائي في الشكل الذي أمامنا أولا تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة الله أكبر يكبر المسلم مستقبلا القبلة على السجادة التي كما تشاهدون الطالب الذي أمامكم في المرحلة الأولى بتكبيرة الإحرام ثم يبدأ في المرحلة الثانية قراءة الفاتحة وصورة قصيرة ثم يركع وماذا يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثم يرفع من الركوع في المرحلة الرابعة ويقول ماذا سمع الله لمن حمده ثم يسجد في هذا الشكل الذي أمامكم سبحان ربي الأعلى إذن هذه مراحل الصلاة الأولى في الركع الأولى كما نشاهد وأيضا في الجلسة بين السجدتين ماذا يقول؟ يقول ربي غفر لي يجلس بين السجدتين ويقول ربي غفر لي ثم يبدأ في السجود مرة أخرى ويقول سبحان ربي الأعلى يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم في التشهد الأول يقرأ التحيات التحيات كما نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم إذن بعد قراءة التشهد الأخير يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه الصلوات مراحلها في سواء سواء في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو المغرب أو العشاء على حسب عدد الركعات ولكن هذا تفعل في جميع الصلوات تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليمتها إلى أن نلقاكم يا أبنائي في الدرس القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته